أما ظهور الثالث أحبائي وكل هذا في أحداث الميلاد كان ليوسف وخليني أرجع لبشارة متة في الإصحاح الأول بقول عنه فيوسف رجلها إذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا اسمه يسوع الملاك ظهر لزكريا عند مذبح البخور الملاك جبرائيل نفس الملاك ظهر لمريم العذراء ظهر لها طبعا ظهور مباشر وكلمها وقالت ها أنا آمت الرب هذا الظهور برضو الملاك بشجع مرة ثالثة لا تخف الرسالة لا تخف وبعدين بشجع يوسف اللي كان محطار اللي كان عنده مخاوف السمعة الشكوك وعنده صراع صراع فظيع عم بمر فيه بين عقله وبين قلبه قلبه بحب مريم ومتأكد انه مريم طاهرة قديسة ولكن في نفس الوقت عم بشوف منظر أمامه انه مريم حامل بعقله عم بيتساءل في ذهنه عم يعني محتار قلبه أكيد بقوله مستحيل انه هذه المرأة تعمل الفحشاء ولكن حتى يسد كل الأبواب عمل شيء وهذا شيء بدل على شهامي وعلى كرامي من يوسف مكتوب أرادة تخليتها سرا يعني بحسب العادات اليهودية عاوز يتركها يفسخ الخطوبة اللي هي تعتبر تقريبا زي نصف زواج في تلك العادات ولكن بياخد معاه شهود اتنين حتى يشهد ويقول انه الطفل الحامل يعني مريم الحامل الطفل مش منه اوكي فهون بيعملها بطريقة سرية تخليتها سرا مع الرباي مع شهود اتنين بدون اي فضايح بدون اي كلام بدون تشهير بسمعة مريم أليس عجما يسمى يوسف البار وعلى فكرة يوسف ما حكاش ولا كلمة لكن الكتابة بيحكي عنه صمت يوسف يعتبر مجلدات يعتبر مجلدات لهذه الشخصية الرائعة انا كان نفسي انه يتكتب اكتر عن عن يوسف حتى بس نلقي الضوء على هذه الشخصية الرائعة جدا قال له لا تخف يا يوسف ان تأخذ مريم امرأتك عالج مشكلة الشكوك والحيرة في حياة يوسف وطبعا اكد له انه اللي صار مع مريم هو معجزة الهية حبل فيها من الروح القدس وفعلا كمعيل كرب عائلي اخذ مريم وكان ضروري في تلك العياء العادات انه يكون مع مريم كزوج حتى يحافظ عليها حتى يعيلها وحتى يهتم فيها وحتى يحميها كمان ولسيما بذهابهم الى مصر موسيقى